أفادت المصادر للنبأ بدخول ناقلة نفط صغيرة ترفع علم كوريا الشمالية فجر اليوم ميناء السدرة وأنها باشرت بالفعل شحن النفط من الميناء وكشفت المصادر أن الحكومة والمؤتمر الوطني العام ورئاسة الأركان العامة على علم بذلك وأنها تعمل على معالجة الأمر مشيرة إلى أنه تم إبلاغ سفير كوريا الشمالية بطرابلس وتحميل بلاده مسؤولية ما قد يحدث للباخرة وطاقمها وأي عمليات تلوث قد تنجم عن ذلك وبحسب المصادر فقد وعد سفير كوريا الشمالية باتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة الموضوع يشار إلى أن الباخرة كانت موجودة بمناء البحر المتوسط بمحاذاة السواحل الليبية منذ الأسبوع الماضي وأن ملكيتها تعود لشركة سعودية